هي بش بس بالقيمة الملايه يعني خلينا بقى متفقين على كده وإلا كان نادي زي باريس سان جرمان مثلا سيطر على كل البطولات لكن دينا شايفين بقالوا أكتر من موسم بيحاول يوصل طبعا مش البطولات المحلية طبعا ورغم أنه خسر الدوري قدام ليل قبل كده في الليج أو بطولة الدوري الفرنسي لكن هو كان هدفه الأساسي بطولة دوري الأبطال ومازال حتى اللحظة غير قادر على التتويج وأشك حتى رغم قوته السنة دي يعني وجود ليو ميسي معي وخبراته الكبيرة جدا وأشك الحقيقة في قدرة بي أش جي على حسم البطولة الأهم من القيمة المالية للصفقات يعني لو بصنا مثلا للأعلى على مستوى المديني الفانين هنلاقي باب جوارديولا لكنه الحقيقة أكتر حاجة بتماس جوارديولا فكرة أنه الفريق مفوش النجم يعني مفوش العقيبة اللي تقول أنه لو غاب يأثر على قدرة الفريق لكن في فريق زي بي أش جي لو نمار غاب لو ميسي غاب لو إمبابي غاب يعني قدرات الفريق تنزل النص على طول فرقة زي مثلا ريال مدريد لو فينيسيس جونيور مش موجود لو بنزيمة مش موجود قدرات الفريق تنزل على طول وقيس على ده كتير جدا محمد صلاح وساديو ماني في الليفر لو غابوا تنزل المستوى إبرا في الميلان نفس الحكاية وقيس على ده كتير لكن في الستي القصة غير في تشيلسي مع توماس سخل برضو القصة غير الفريق مفوش النجم الأوحد أو النجم كلهم نجوم طبعا يعني ده مش تقليل من قدرات الفرق لكن الحقيقة ما تقدرش تقول إنه في نجم هو اللي بيأثر بشكل كبير أو صاحب البصمة الكبيرة على الانسجام أو التناغم أو التيمورك أو الجماعية في الأداب بتاعت الفرقتين دول تحديدا شالسي وستي هي النجم هي اللي بتصنع قدرة وقوة الفريق بشكل كبير وده الحقيقة يمكن كمان بمايس كورت الأهل السنة دي يعني رغم إنه بيبقى أوقات كتير فيه ظروف صعبة رغم إنه أوقات كتير جدا بيبقى فيه حالة إجهاد عنيفة جدا كان الله في عون اللاعبين إحنا في بداية الموسم إحنا ما زلنا أنت ملعبتش غير سبع مطشاط في الدوري وفي دوري أبطال أفريقيا ملعبتش غير مباراة واحدة بس في دور المجموعات وكاس مصر لسه هيبتدي في مارس ومطشاطك فيه متأجلة طبعا النسخة اللي فاتت مازال مصرها في طيكة مهن ما حدش عارف هتتلعب ولا مش هتتلعب هنكملها ولا مش هنكملها كيف حالك نتكلم عن النسخة الجديدة من كاس مصر أنت ملعبتش فيها ولا مباراة دوري الأبطال إن شاء الله مشوار طويل والدوري منه سبع مطشاط فضلك سبع وعشرين مطش والكاس لسه هتبتدي المشوار ورغم كده يعني إحنا لسه في بداية الموسم ورغم كده أنت لعبتك يعني لعبة كمية مباريات وشاركت في كمية بطولات غير طبيعية وصفر رايح جاي من هنا لهنا لهنا تيجي من قطر تروح السودان ومن قبلها كان عدد من لعبتنا موجود في الكاميرون الدولين كلهم وقبل كده بطولة الكاس العرب فالحقيقة يعني سيزن مرهق جدا بتحطه دايما في اعتبارك لما الأهل يقدم العرض اللي مش تمام زي مبارح كده قدام الهلال يعني نتمنى إن شاء الله بإذن الله لملم وراءنا بسرعة ولكن زي ما قلت أهم حاجة أنك راجع بدون خسائر لا خسرت ثلاث نقاط ولا خسرت الحمد لله حد من اللعبتنا بقينا بنحط البناء كده على كل مباراة أي لعيب بيقع بنبقى قلقانين وخايفين لأنه حجم الإصابات عندنا بقى كبير جدا لكن في النهاية نرجع إن شاء الله أحسن من الأول ونحضر لماتش الثلاث مقصة فرقة بتلعب كرة حلوة تجربة مهمة جدا كمان بعيدا عن الثلاث نقاط لأنك فقدت الصدارة الصدارة دلوقتي مع بيرامدز آه لعب ماتش زيادة عنك لكن جدول الترتيب بيقول إنه في المركز الأول بيرامدز ويجي بعد كده بعد منه النادي الأهلي فمهم جدا الماتش اللي جاي إنك أنت تستعيد الصدارة مرة تانية وإنك تجاهز لعبتك إن شاء الله لمباراة ساندونز اللي هتتلعب يوم الجمعة